نحكيه على تطورات كبيرة يسر كما قلت تتحكي على الثورة الصناعية نحن السبب في هذا الكل نحن الدول المصنعة والتطور البشري والشي اللي قاعد يصير الناس قاعد تفسد في المحيط بطريقة ايه شي عملوا ما عملوش صناعة ما قلنيش ما عملوش صناعة ما نحن قاعد تمشي لكثير الي اما في الصناعات التحويلية او في المصادر البديلة واللي تونس من اكثر البلدان مؤهلة باستخدام هذه مثلا تاقة الرياح او تاقة الشمس هذيك كيفاش نجم تستوعبها ما راهو انتي شوف شني عملنا في جيبس شوف الكرتر اللي سارت في جيبس نستحكي على البحرات عجيبس ما حتى كيفاش كان قبله كيفاش ولي نستحكي على التلوث على التلوث ماليدك هي هي المشاكل هذي كل سائرة متلوث ثلوث هو ليؤدي لنوع من الانواع الحباس الحراري نعم كل موضوع طويل هو اللحديث ما بش نكمل في الزبينغ نحكي من وهذا الأخبار ايجابي اخر اللي هو تونس تيخو اربع جويز في اربع جويز سينمائية مهرجين كانم على هامش المهرجين مش المهرجين في حد ذاتو اعليش لا نحكي لك عليش لانه كاثر بنهنية اخذي ثلاثة جويز في الدورة الثامنة اللي جوائز النقاد للأفلام العربية اللي تنظمهم اللي ينظموا المركز العربي للسينما على هامش مهرجين كان لانه مهرجين كان منع الأفلام المساندة لفلسطين ومنع كاثر بنهنية من عضوية لجنة تحكيم لجنة تحكيم مهرجين كان واللي كاثر كانت عليش لانه مويق في السابقة متاحة ومن ننسيه شنو في حفلة بتاع السيزار شنية قالت في حفلة الاوسكار شنية لبست معتا هذو من كل ملحاجات اللي خليه مهرجين كان خليك اخوي اختنى من المشاكل ابعد من المشاكل واذا تصريح كانت قلصوا هذا ما دعاة الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان في العالم وحتى حبوا يعملوا وعرضوا كم عاملين معا اذا عدنا ايضا لانه احنا نناصر غزة نناصر اهلنا في فلسطين وان شاء الله نصر بالحق لغزة ياخذوا موقف مننا على مستوى الريتش تطايفوا الانتشار متاع الصفحة متاع برشة حاجات هنا الفليم متاع غزة اللي كانوا بش يتعرضوا لموهم الكل هذه حاسب تصريح دولة بوشوش المونجة تونسية المعروفة قالت مشوا عرضوهم في خيمة تعرضوا في خيمة لهمش المهرجين ومحبش المهرجين يعرضهم على فكرة ذو ما اللي يحب يعطيو فينا في دروس في حقوق الانسان وفي التعامل وكذا ويعملك يوم خاص بضحايا الحرب على اوكرانيا يوم خاص بضحايا الريهاب الاجتماعي وريهاب المثلية يوم خاص بيدراجنية دقيقة تصمت على كذا ولا نهار الذكروا غزة واللي قاعد يصير في غزة بشتفهم فقط بعض النفاق اللي قاعدين يحكيوا فيه نمشيوا لي كيلو بميكيالين كيلو بميكيالين فلا انا احكيت على قبيلة الكاثر بنهنيزة ده امين بوحافة اختياج جايزة اما اختياج جايزة مش على فيلم تونسي اختياج جايزة على فيلم سعودي فيلم هاجين امين بوحافة من الكبار الموسيقيين التوينسة واللي قاعد عنده ريبيتاسيون كبيرة يسا ما تسيش هو اللي عمل الموسيقى التصويرية لمسلسل الحشاشين اللي عوري ذا هو الحقيقة مهرجان كان متعة انا مشيت في دورة من الدورات وشفت معناها تلاقي ثقافات من كل الحال العالم خواسات هذيك ولكن مع كملا الاسف التفكير متاحهم وكيفاش ينظروا الى المسلمين والى العرب طريقة دونية طريقة دونية برشا علي كل ما احنا ما نسلمهمش لانه جماهير الكورة مثلا في تونس وجماهير التراجل يذي تونسي تحديدا اللي هنا يحكيوا على نعبر على تضامنهم مع فلسطين بطريقتهم الخاصة ماذا نحكي نتيجة المباراة ولكذي اذي امور عندهم محليين وفهمهم مختصين وعن القسم اللي تحكي فيه ماذا نحكي طوى على الدخلة متاع جماهير التراجل يذي تونسي ابهرنا العالم اقبل مع دخلة نادي الإفريق يتذكر وقته نادي الفريقي عملة دخلة مبهرة المرة هذي التراجل يذي تونسي وقبل الله يتوال كذلك عملة دخلات وسفيقس عمله دخلات و اسساد و شمعيات كل بش نرذيو نس كل حوال نرذيو نس كل حبيب اما المرة هذي هذي تركيز عنها تراجل يذي تراجل يذي عملة دخلة مزينة برشا دارة العالم العالم الكل احكي عليها اللي هي مع تتلخص في صنيعة في غزة أو فلسطيني اللي هي دولة حرة في عالم محتل معتها معبرة برشة الكلمة هذه لأنه كيفاش تنجم توصل المساجات بأقل مما يمكن العالم الكله كما قدت عديد هاو الشروق على الصفحة الأولى دخلة الدرجة تبهر نعم تبهر العالم لأنه تبهر حسان أولا أنا رأني على فكرة مانيش من مشجعي الدرجة لدي تونس ولو أني معاه معتك تضفهم مسابقات قرية وكذي ويلعب البرة كلنا وليه أما راه الدخلة بالحق تقعد للتاريخ تقعد للتاريخ والأكثر من هكي تقعد تفاعل وصل بالإيجابي أنه وصل حتى الرئيس الكولومبي برتجيها اللي هو معروف مناصل القضية الفلسطينية وبالسلبي أنه قناة الصهيونية الخامسة برتجيت الصورة متاحة ومشوف كيفاش يكرهون علي فهم وشكون يحبكم قال شوف كيفاش يكرهون وشوف في الدخلات متاحة وكيفاش يحكيوا علينا وكيفاش كده مش تعرف التحليل وقداش وصل للتأثير متاحة قروش الكورة لا وشوف في التأثير الرياضة أكيد متاحة قروش الكورة لأن الكورة كما قلنا ديما عندها تأثير كبير يسر في كل مجال والصورة أبلغ من برشة حاجات في حديثنا على الصورة مثلا في التتويج متاع مشيسر سيتي بلقب البريمر ليغ والبطولة الرابعة على التوالي بيبو جوارديولا كمدرب برتجة صورة صورة مهمة جدا مع بنته صورة هذه بنته لابس الكوفية الفلسطينية والمعروف أن بيبو جوارديولا كان ما صرحش كان قال جمع اللي فاتت في أحد التسريحات كان في كونفيرونس وحكاية في ندو الصحفية حكاية معهم قال راهوا فيما ببرشة ظلم في العالم قاعد يصير أحنا قاعدين نتمطعوا بالكورة الصحية وقاعدين كذلك مره تقعد متعة في الأخر بفمانيس قاعدة قاسي ومش خالطة ما سميش الأشياء بمسامية إذن واضح يعني بنته متأثرة بموقفه نعم بنته من مش أكثر من هك بنته تبرتاجي برشة تدخل بروفيلة تلقاه تبرتاجي برشة على فلسطين ومعاه فلسطين والشعب الإسباني على فكرة راهوا عكس العديد البلدين الأوروبية إن شاء الله ما يحدوهاش من مواقع التواصل الاجتماعي بخدرة ربي لابيسلين ومش هي بركة حتى كريسوفر نولان كان ماشي معه في أمريكا اللي هو مخرج أمريكي الشهير يلقى مسيرة لفلسطين هبط وتمشى معه الناس من سند الفلسطين هبطت وتمشى معه الشيء ذي ما عملوش تارنتينو كوينتن تارنتينو اللي هو مخرج أمريكي زي كيف كيف مشهور تارنتينو وراءوها في حفل لمسنط زعم المساعي مع تليجيش الأحتلال اللي مولوا في تمويلات ناقص فلوس اللي مولوا تمويلات في أمريكا أحضر معهم تارنتينو هذا ملعبات اللي بجنو بلوكيوهم لأنه ساعاتك حكيت لك عليه قبل الحملة اللي سائر حملة البلوك آوت اللي هي كيف يشتبلوكي الناس اللي هي مش ماشي مع التواجهات متاعك أنا مثلا نحب حبيب شغام حبيب شغام نحبوا يعبر علينا صحيح النجمو نحبوش نفس لي كيف النجمو نسموش نفس الغنيا أما روو في الأخر فما كتبدا أمور قناعات يزمن كونوا زوز نفس القناعات ووقت اللي نحسي دي ماكش نفس القناعات نجمو نلي ما عش نتبك ومشاء الله ربي بعضنا على الأمور هذه كل حال الاختلاف الرأي كما يقال لا يفسدوا للودي قضية أكيد أما هذي مش رأي في أمور فلسطين مش رأي هذي إبادة جمعا نحكي لك بصفة عام على كل نمشي للموضوع آخر واللي هو أعمال جدال الكبير يسر في نهاية الأسبوع اللي هو التعديد العام للسكنة واللي سيقام قريبا واللي لأنه هو كان أعلان لوزيرة الاقتصاد وتخديد السيدة في ريال الورغي في الاجتماع الأول للتعديد العام للسكن نحكي أنه بشكون فهمت عديد قريبا جدا فتنا للمراحل الأعداد تويكر الدراسية الفنية بدأت من اليوم وقع رصد يعني المبلغ مني سوء من 89 مليار منيش متأكد منه على فكرة لأنه ما شرطت المبلغ وما نعرفش هل ترى مبالغ فيه وإلا لا ولا هذك هو الصحيح أنا شخصيا منيش كونتر وإنا من أكثر العباد المساندى أنه تصير تعديد عام للتونس باش نعرفه أحنا قداش لأن الشعب التونسي صارت فيه تحولات كبيرة يسر من المهم نعرفه قداش عندنا من بطال قداش من عندنا موحد يخطب لأنه في البلدان الأخرى الأوروبية تعديد أسهل برشا يأتي مثلا قداش عندك من كرت جريز ويحسب حسب التقريب قداش قداش قاعد يدور يأتي قداش من عندك واحد مثلا ينسكري في الكوبرتيا قداش من واحد عنده دار قداش من واحد عنده كرهبة قداش من كرهبة تتباع وتشريع في النهار ويزيد وينقص ويعمل ويعمل اذاك ندخل في أمور اقتصادية أخرى حبيب ما عاليقة بالتعداد قداش من خبز تتلوح اذاك موضوع اخر حبيب شفتك هذا روما من الحاجات انت حديثك على الخبز هاو العاليقة بين التعداد والخبز لأن وقت نعرف وروا إحنا قداش ونعرف من عائلة تستحق الدعم ونوجه الدعم سلو العائلية بالذات مثلا نعرف 70% من شعب التونس يستحق الدعم ونعطي 70% 30% يتم اقصائهم من الدعم لأنهم بطبيعتهم قادرين ان يأخذوا الباكيت بصومة الحقيقية النجم نعرف من بطال بالحق في البيت النجم نعرف من واحد يستحق الكرن البيت هذه ونعرف اكتب الهم اي بره تعالش كيفاش بره نقول ألف ونعيش في دمائي لابد انه تكون الأمور علمية في عصر البيت دا بشيكون على فكرة بشيكون احصاء رقم انا معاه 100% بالاحصاء وقيت بش نحسب رويحنا بش نعرف وش عنا وش معانيش لأنه بناء على هذك نجم نعمل بارش حاجة نجم بدل وحيات التوانس على قاعدة صححة وتتعمل استراتيجية تعمل في مختلف المجالات حتى التربوية في التنمية في الثقافة في الصناعة في الفلاحة في الرياضة في كل شيء في كل شيء بشي تعمل بش نفهم رويحنا على قاعدة صححة هذا هو الباز اللي نجم بنوالي هذا هم معنا بالنسبة لليوم في الزابينغ مرحبا بيك ومرحبا بالنسبة كل سماعتنا والتربعتنا والي وسعت بينا معنا شكرا ويومك سعيد